صريحة مع أخوتي وخواتتي المغاربة أنا كشابة مغربية أنا عضوة حاليا في حزب العمال وكنت شكركم أنكم جيتوا عندنا هنا المقر ولكن باش نكون صريحة كمواطنة مغربية حتى بعيدا على الأحزاب أو أي حاجة رفع 2011 مني بدأت طوارات العربية الربيع العربي ديك الوقت أنا كنت عارفة وفهما كشابة متقافة مغربية لأن حزب العدل والتنمية أو الأحزاب الإسلامية سوف يركبون على الموجة جاءوا يأخذوا التعاطف قال الله قال الرسول نحن يا مسلمين يجب لعبوا بالمشاعر لأخواتنا والأخوات وخصوصا الشباب نحن نفعله ونفعله 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 تخلط الإسلام مع السياسة تخلط زيادة على الشعبوية لكي نكونوا واقعيين وعندما رأى بن كيران يخرج ونفعله 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 لسيدنا هذا المالك خصوه هنا نحيض بوسك الدين ما هي المغربة في 2011 لم تكن أضافة الهضراء 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 لذلك الساعات كان الشارع مازال متغرغل لكي نكونوا واقعيين أني أضافك حاليا على المغرب في بلادنا كان مازال الشارع متغرغل والأشخاص يرون الأحزاب لا يأتي و لا يمكن أن يكون إضافات و لا تغيير لا يوجد شيء ما يُعطى نتيجة يعني البيطات يريد أن يريد أن يعمل أي شيء لا يستطيع أن يعمل الإحتجاجات يعني النقابات دائما الأعصادي هل هذا يُتبقى بها أو هذا يُتبقى بها أو أنا أَنَا أو هذا نطغى على هذا تطحن في هذا استعمال النفوذ هذا الشيء لا يتدفعه لا يتدفعه لذلك هو يجب أن نرى الطبقة منذ قتل منذ القدرة، من ذلك الساعة من رئيس الحكومة يريد أن يقبوا على الموجر، يقبوا على أحدهم الشعبوي لأن يتحدث أن الناس لا يكونوا يعلمونه و يبقوا على الامور و يتفرجوا في المشهد و يتحدثوا يجاءوا و يطربوا في أحزاب من أخرى و يطربوا في هذا يستغلون للهذا يجب أن يقبوا على الناس الطعام و يريد أن يجب أن يطربوا على الناس يجب أن يتخوي تغليل فيها لذلك 5 سنين لم يكن أعطي أنه بعد ما أردت فيها التحجة مدرت فيها بتحجي مشابوهم بن كيران جاء السلع ثماني السلع ثماني وحد الرجل اللي يعني ما تربيته غير رب بن كيران يعني عنده واحد الأخلاق هادئ ما معرفش كيفاش يمشي مع السلع المشهد يعني أنا كان هدرا على منظوري شخصي بحلت خلطات عليه الأمور يعني لقى الأمور خارجة على السيطرة لأن الحزب كان نركب على الموجة كيف كان قولو بغي يدر هو اللي يبغى بغي يعمل يعني شئ أمور لما يعني اللي حنا كمواطنين حنا ما فهمنا بن كيران والعادل والتنمية أشبغوا يصنعوا انجيني غال اللي عتماني شفنا بقى واحد دراجة اللي صامت الخارجة اللي الخرانية اللي يسمح لي يعني ردراسوا أن المواطنين يدروا فيه تهريج يعني كنشوفوا فيديوهات في اليوتيوب مواقع تواصل اجتماعي بصفة عامة كيف حكوا علي شادين فيه كيفاش كنقولوا كيف يدروا علق الشابة اللي ملقى ما يدروا يدرع لي واحد الكاريكاتور أو شي فيديو يعني شوف هذيك ماشي أنه فقط ما بينش على الشخصية ديه ولكن بين ضعف ديال الحزب العدل والتنمية أن بن كيران اللي كان كيبان هو العاصة السحرية ديالهم نهار زح وزحوا المواطنين بإرادتهم يعني لأن بن بدك بل العربون كيف كان قولوا كيستغلوا الناس في الانتخابات والخرج دك الهايلال والغوات بن كيفاش الماثار يعني لأن بن أن هذك السيد كان مشي دوكو الناس من موراه وهو اللي كيسيرهم كيقولوا ما شيديرو أشنوا عتبعوا لي نهار بل خلال في العتماني بل خلال هؤما حاليا نقول لكم هؤما كانوا عندهم ثيقة واسعة ويعني ثيقة فيها مصداقية بالحزب ديرهم عاش يدروا الاستقالة الجماعية من خسروا في الانتخابات فهمني علاجتي استقالة الجماعية أنا كان عرف أن هذا الحزب خدام على العتماني دل الخطأ يمكن ليرجع دلمواطنين ويقول لكم كديروا استقالات جماعية لأنكم عرفتوا أنكم انتهيتم الحزب الإسلامي اللي جيب مخطاطات يعني المواطنين مع الوقت رغدين يعرفوها باشي شدوا البلد كلها بيادين من حديد ويدروا فيها ما بغاو وورا الأغلبية النخبة المتقافة عاقت بكم أنكم سفيني الله يعاون مشيتوا يعني أنا شوف أنا باشي نكون صريحة معاك كان بعض الدول العربية كانت عندّها تحيش لأن الأحزب السياسية باشي أنا على حسب المفهم ذي الأحزب السياسية ون يقلق بالمغرب كانوا تدارين واحد الوحدة بينتهم ويقضروا في واحد الوقت اللي هو الربيع العربي طلعوا وطلعوا واحدة بينتهم واحد الوحدة بينتهم واحد التعاون كانت عندهم واحد الاهداف باشي يسيطروا زيد وزيد يعني مادام فاض الفترة لأن الشعب وخصن الشعب بره ماشي أغبية بدوك يعيقوا بهم يعني راه أنا كنقولها بصوتي يعني أنا كنقولها الجميع المواطني المغاربة وكذلك الدول العربية أن الأحزاب السياسية الإسلامية راه ما كتصلحشو حان الوقت بأنها تسقط كما بدأ العدل وتنمية هنا كونوا أكيدين أن دول عربية خرعت تكون نهاية ديالها للأحزاب الإسلامية ولما كانت نهاية ديالها كيف حكم الشارع المغربي بطريقة حضارية بدون مشاكل بدون تظاهرات يعني يخرجوا فقط للصنادق لإقتراع وإقتراع وإقتراع وأحزاب أخرى اللي يتمثلهم بدل هذا الحزب البهلواني اللي يجا فقط بوعود كاذبة كيستعمل الدين كيستعمل الرسول كيستعمل الله راه المغرب راه في اليهود والمسلمين وفيه تل مسيحيين في الأقليات يعني سيك بن كيران أنت من أنت مسلم لأنت لسلعتماني ولا هذا الحزب العدل وتنمية على شخص يستثنيتوا هاد الناس ما يشاركوش معكم في الانتخابات ما يدخلوش راه الله كيقولك الاعتدال أو حتى النبي راه كانت يعيش مع اليهود وكانت يعيش مع أي دين خلو لنصارة يعني وكان واحد الاعتدال ما بينتهم والدين لله والوطن والجميع راه سيدنا لله ينصروا ويعني وعاطل كل واحد كل يدي حقين حقه راه كيمشي لسيناقوغا كيدشنهم أمر بأنهم يعود الترميم ديالهم المعارات ديالليهود فين كي تدفنوا ليهود القبورة ديالهم ويعني احتى النصارة المغرب عايشين في سلم وسلم معنا تهوما كمشوا الكنيسة يصليوا الأجانب اللي كي يجووا وعيشوا هنا عندهم ديانة خراكي تعايشوا معنا السيبن كيران عمرنا سمعناك يهضر على هاد الناس عمرنا ما سمعناه دائما عدين الله والمسلمين وحنا مسلمين فين كانوا هاده السلع الثماني فين كانوا هاده ما كانوش نصد أعضاء العدل وتنمية تخليها تجوش أعضاء العدل والتنمية فيك تقولون لك أنوا هذي الناس ماذا شيء سميرا يعني طريقة بالمغاربة تخطروا أن يتخلصوا معدل ميلا الديمقراطيين عن طريق صناتك أنا قلت هلك يعني المغاربة مخرجوش بطريقة يعني كيف كنقولوها مجيئة كيف مولي في كدير هذا الحزب كتلقى البلطاجة دياله والمدابزات والمضاربات وحتى لخرجوه في ليزان تيرفيو بلا عليك كآمين عام سابق لحزب وعضف واحد الحزب اللي وكتي رئيس الحكومة ياسي بن كيرانو كتخلص كل مغاربة يعني لتتقول سي عزيزة أخ النوش اللي تحية لها أولا أنه حقق واحد الفوض الصاحق وهذا كي السهل لأنه واحد الراجل عملي كتخلص تقول له واش انت يا قرعد الكوفيتير باش تدور بك الفنانين أعلى أنت ما كتجبتي سياسي نحي الجامل الذي هو فنان مغربي طبعا كانت تحية لي وفنانة أخرى كتستعملون في الحاملات الانتخابية ديالك وترشحوا معك انت مارك من يترشحوا معك فنانين ورياضيين وغيرهم كانت ديك ساعات مزيانة القادية للسي بن كيران والحزب دياله ولكن من يزاستعازيز أخ النوش وتقو في فنانين لشاف الهموم ديالهم وشاف المشاكل ديالهم ما قال لهم لحلال لحرام لأن كل واحد تحمل مسؤوليته وتدلله الوطن الجامع وسيدنا كذلك عطينا الحمد لله الحرية في هذا البلاد كانت جنتك رئيس حزب تحلل وتحرم دخلت الفنانين في واحد اللحظة يمتلوا ويقوموا بإشهار ويقوموا بإحلال لك حيث أنت الحزب خصوه يخرج وخصوه يكتسح ولكن من يجسي عزيز أخ النوش بطلع بفنانين وطلع برياضيين وغيرهم ويقوموا بحرام عليه هناك لكي تشوف نقطة التناقض ومنسوش راكيني فيديوهات ديالك سيبن كيران هالكتي كتشكر في السياع عزيز أخ النوش وكتشكروا واحد الراجلي مزيان ومرببي ومتخلق ده برجعته كتسب فيه هذا يعني أنكم ما تقبلتوش الهزيمة وما تقبلتوش كذلك أن الشارع المغربي فاق لكم وعقوا فاق بكم كيف كان قولو وقال لكم كافا وهذه هي النهاية ديالحزب الإسلامي في البلاد ديالنا يعني إحنا يعصفيني قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجي والفيديو ديرو جام وتابعو الدار على مواقع التواصل الاجتماعي